والله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ وآله وصحبه أجمعين أيها الأخوة الكرام نتوى الأخوات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في هذه الحلقة من السلسلة السادسة وهي الحلقة الخامسة التي يتحدث فيها عن عظيمٍ وإمامٍ كبير وعالمٍ وعابدٍ وزاهدٍ كان له الأثر الكبير في القرن الثالث الهجري رحمة الله تعالى عليه ألو هو الجنيد ابن القاسم أو جنيد ابن محمد بن جنيد أبو القاسم النهاوندي البغدادي بعد ذلك القواريري الخزاز هذا الرجل العظيم ولد سنة عشرين ومائتين ببغداد وتوفي سنة سبعٍ وتسعين ومائتين وقيد سنة ثمانية وتسعين ومائتين على اختلاف الرواة لكن الذي يهمنا أنه كان قد عاش قرابة ثمانين سنة وترك بصماتٍ واضحة في تاريخ الزهد الإسلامي وهو من الثلاثة الذين كانوا عباداً زهاداً يشار إلى زهدهم وعبادتهم بالبنان وهم أبو عثمان الحيري النيسابوري في نيسابور وهي اليوم قرية خريبة في إيران وابن الجلاء في الشام وجنيد البغداد في بغداد هؤلاء الثلاثة كانوا أركان الزهد في ذلك الزمان والجنيد من أهل قرن الثالث وهو من القرون المفضلة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقولي خيركم قرني وفي رواية خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فهو من أهل القرون الفاضلة وقد عاصر عدداً كبيراً من أئمة السلف وعاش في بغداد وبغداد مركز كبير لأئمة من أئمة السلف الكبار العظام من العلماء والمشايخ والدعاة والفضلاء وعدد كبير من الصالحين فهو قد عاش في تلك البيئة وفي ذلك الزمان وجنيد اسم مرتبط بالضرورة بالتصوف والتصوف أيها الإخوة قضية مهمة كنت قد أشرت إلى شيء منها في حديثي عن عمر المختار رحمه الله تعالى وطريقة السنوسية وفي حديثي عن عبد الحميد باديس بن باديس الإمام الكبير في الجزائر ومجاهدته الفرنسيين المجاهدة العلمية وما حدث من الطرق آنذاك من موافقة ومخالفة وتحدث عن شيء من الطرق في تلك الحلقتين لكن اليوم أبسط شيئاً في قضية التصوف وأبدأ بقول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فهي قولة منصفة موفقة يقول إن المتفقهة إذا رأى المتصوفة المتعبدة لا يرونهم شيئاً ويعدونهم جهالاً ضلالاً هكذا بالتعميم وإن المتصوفة المتعبدة لا يعدون الشريعة والعلم شيئاً ويظنون أنهما قاطعاني لهم عن الله تبارك وتعالى والصواب أن ما وافق الكتاب والسنة من هذا وهذا فهو حق وما خالف الكتاب والسنة من هذا وهذا فهو حق وهذه قولة ذهبية وكنت أشرت للإخوة هنا يمكن في هذه الحلقات أو في المسجد الآخر كنت قد ذكرت للشيخ الإمام عبد عيز بن باز رحمه الله تعالى وما لقيته غير مرة واحدة في الطائف وقلت له يا شيخ هناك هجمة عامة على كل ما له علاقة بالصوفية والتصوف أفلا نقول فيهم مقولة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقال مرتين أو ثلاثاً لا أذكر الشك مني أنا فقال مرتين أو ثلاثاً هذا رأيي هذا رأيي هذا رأيي يعني أنهم طائفة من المسلمين فيهم خير وفيهم شر فيهم عباد وزهاد وفضلاء وفيهم مبتدعات ضلال نأخذ مما عندهم من خير وحق ونعتمده وما عندهم من باطل نتركه وهذا ينسحب على جميع الطوائف الإسلامية وليس فقط على الصوفية وكانت تلك قولة منصفة من الشيخ رحمه الله تعالى تابع فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تبارك وتعالى ورضي عنهما ورفع درجتهما إذن أبدأ بهذا لأن فعلاً هناك أناس إذا ذكر الصوفية والتصوف تجدهم يرونهم جميعاً ضلالاً جهالاً ليس شيء من الخير وهناك أناس يعدونهم الأئمة والشيوخة والذين هم على الحقيقة هم المعتمدون في الإسلام وكل الأمرين فيه بعد وشطط والطريقة الوسطى هي أنهم طائفة من المسلمين نأخذ ما عندهم من خير ونترك ما عندهم من باطل وابتداء وشر هذا هو الأمر الصحيح وعلى هذا أبني حديثي فإن هذه الطائفة كانت قد ظهرت في القرن الثاني الهجري على ميراث جماعة من التابعين الكبار في البصرة على وجه الخصوص فإنه قد كان في البصرة جماعات كثيرة كبيرة من العباد والزهاد من أمثال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وعامر بن عبد قيس ومجموعة ومثمانية من التابعين موجودون أكثرهم كانوا في العراق والعراق تشتهر بالعباد والزهاد كما أن الشام تشتهر بالمجاهدين آنذاك في قرن الثاني كما أن المدينة تشتهر بالعلم والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كان في قرن الثاني وأوائل قرن الثالث أمر اختلف بعد ذلك والعراق كان مهد العباد والزهاد وهنا ورثت مجموعة من الصالحين زهد التابعين هؤلاء وابتدأ مصطلح التصوف والصوفية يظهر بعض الناس يعيد ذلك المصطلح إلى لبس الصوف لأنهم كانوا يكثرون من لبس الصوف ولبس الصوف كان علامة على الزهد والبعد عن الثياب الفاخرة آنذاك إلى آخره وهذا ليس بصحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس أحسن الثياب وألطف الثياب وأجمل الثياب لكن هكذا استقر في الأذهان آنذاك فنسبت تلك المجموعة إلى الصوف ولبسه فسميت بالصوفية فكان كل زاهد ينسب إلى الصوفية هذا قول قول الآخر وأراه حسنا وإن ليس عليه دليل واضح لكنه استنتاجات من بعض المستشرقين وبعض علماء المسلمين يقولون إن المأمون لما ترجمت الحكمة في زمانه وقبله بقليل نشروا فيما نشروا من التراجم نشروا تعبدات أو إشراقات بتعبير أصح اليونان وإشراقاتهم تسمى أنذاك صوفة فلما ترجمت ترجمت إلى تصوف أو صوفية نسبتها إلى صوفة اليونانية هكذا يقولون وعلى ذلك أدل عند المستشرقين لكن لا ترقى إلى مرتبة القطع واليقين هذه الفئة ظهرت في القرن الثاني أو آخره وفي بدايات القرن الثالث وكان همها العودة بالمسلمين إلى ما كان عليه سلفه من العبادة والزهد خاصة أنه في زمان الدولة العباسية في أواخر الطور الأول طور القوة وفي بدايات الطور الثاني طور الضعف أو طور الآخر كان قد انتشرت ترف بشكل عجيب في الدولة العباسية وانتشرت الجواري والغلمان والأموال وطرق الحياة المترفة التي جاءتهم من المدن التي افتتحوها والممالك التي دخلوها وكانت لهم طرائق في الحضارة والتفنن والترف والطعام والشراب معروفة في بغداد آنذاك وخاصة في بغداد فقد كانت عاصمة الخلافة بل قد كانت عاصمة الدنيا بغداد وبهذا انتشرت ترف وانتشرت الجفاف والجفاء وقست القلوب فقامت مجموعات نادي بالعودة إلى ما كان عليه السلف الصالح ومن الزهد والتعبد وكان من أشهرهم الحارث المحاسبي بشر الحافي السري السقطي وهلا كلهم بغداديون السري السقطي وخالد جنيد وبشر الحافي ومن أثنى عليه من أحمد ثناء عطرا جدا وكان يعظمه ويعظم حاله ويعظم أخته وكان في الزهد آية رحمهم الله تعالى ومجموعة من هؤلاء كانوا في بغداد ووجهوا بمعارضة من قبل بعض الفقهاء لكن لم تكن معارضة قوية والسبب أنهم كانوا متصقين بقوة بالكتاب والسنة والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وكان عهده قريبا بدايات القرن الثالث وكان أمره قريبا من زمان النبوة ومشكاتها الأولى ووجهوا بتلك المعارضة الشديدة آسف المعارضة الخفيفة ما كانت معارضة شديدة لكن بعض الفقهاء وبعض العلماء كان أثريا قحا لا يقبل بغير الأثر حتى لو كان تسمية فقط ما يقبل وإنما يرد عليهم بعض أقوالهم هنا في هذه البيئة نشأ الجنيد خاله السري السقطي وهو زاهد مشهور وعالم معروف حتى أنه عندما مات قال له يا خالي والله ما خلفت بعدك مثلك قال ولا خلفت بعدي مثلك يعني من تلاميذ والطلب وبشر حافي وحاله معلوم وتعرفونه وذنون في مصر وكان من إخميم من الصعيد وكان قبطيا في أصله وأسلموا ومجموعة من هؤلاء أبو عثمان الحيري في نيسابور بن جلاء في الشام بدأت تظهر لهم أقوال جليلة وكلمات بليغة وبدأ يظهر خط التصوف الأول في طوره الأول هذا الطور الأول كان طورا محمودا عند أكثر السلف وكان معظما أهله عند أكثر السلف ومن جاء بعده ممن سلك طريقهم فأثنوا على هذا الخط جدا وعلى رأسهم شيخ السام بن تيمية وابن القيم والإمام الذهبي مجموعة ابن كثير الإمام علماء أثنوا على ذلك الخط وعلى تلك الفئة الأولى ثناء عطرا والواقع أنهم كانوا في قمة من الزهد والعبادة والصلاح والذكر والإيمان والرقائق واللتساق بذلك جميعا والكتاب والسنة فما كان هناك شيء يعاب عليهم إلا اللهم كما قلت لكم بعض العلماء ذي كانوا يتشبثون جدا بالأثر أثريون أقحاح فكانوا يبتعدون عن كل شيء جديد ويتصيقون بالقديم فكانوا يرفضون شيئا مما هم عليه لكن الأغلب الأعم من علماء السلفي وعظمائهم وكبارهم كالإمام أحمد وغيرهم ومن سار على طريقهم وسلك مسلكهم كان يعظم تلك الفئة ويرى حقها ويعلم فضلها إذن ما كان التصوف كله كما كان الحال بعد ذلك كما كان التصوف منبوذا من قبل العلماء والمشايخ في الطور الأول بل كان محافظا على نقائه وصفائه والقرن الرابع مشى على الأمر نفسه فإذا جاء القرن الخامس تدأى التصوف يتسع درجة المخالفة بينه وبين السنة النبوية الشريفة والصحابة والتابعين ومن سلك طريقهم تدأى الانفراج يكبر تدأى من القرن الخامس والسادس والسابع هذا الطور الثاني طور التأصيل لعلم التصوف وكتب التصوف ورجال التصوف تدأى التأصيل في هذا الطور وابتدأى أكبر الانفراج والفارق بين حال السلفي وتلك الحال التي كانوا عليها طور الثالث وهو الطور الخطير الذي امتد إلى زماننا هذا آثاره ونتائجه هو ابتدأ من قرن الثامن وأواخر السابع بظهور محيدين بن عربي وابن سبعين ومجموعة من الذين شطوا جدا وشطحوا بعيدا وأتوا بأشياء لا تقبل بميزان الشريعة بحال ولا يتأول لها بحال من أمثال عقائد الحلول والاتحاد وأن الله يحل في خلقه تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا وأن الله يتحد مع خلقه وأتوا بمسائل من العقائد مهلكة ورد عليهم شيخ الإسلام الإمام الذهبي ورد عليهم إمام بن كثير ومجموعة من العلماء رداً بليغاً وإلى زمان الحافظ ابن حجر والحافظ السخاوي كانوا يردون على هذه المجموعة رداً غليظاً فالسخاوي رحمه الله تعالى في الضوء اللامع لأهل قرن التاسع كثيراً ما شهر بأهل الطائفة هذه الطور الثالث من التصوف الذي لا يقبل في ميزان الشريعة وشهر بهم الحافظ ابن حجر في الدورة الكامنة في عين المائة الثامنة عندما ذهب إلى اليمن ورأى أنه ذهب ابن عربي منتشرون في اليمن أي منتشار فلم يرضى هذا رحمه الله وذمه كل الذن في الدورة الكامنة وذاك أنه لا يقبل بميزان الشريعة انعدام الفوارق بين المخلوق والخالق لا يمكن أن يقبل بحال وهذا الذي جرى حتى إذا جاء القرن العاشر تغير الحال وصار الناس في مجموعهم يتبعون أهل الطور الثالث واختلط على الناس أهل الطور الثالث بالطور الثاني بالطور الأول اختلطت أطوار الثلاثة في القرن العاشر وما بعده لأن تلك القرون كانت قرون جهل في معظمها قرون جهل وضلال وظلام وظلم وبعد عن الجادة الصحيحة إلا في مسائل وفي بقاع وهذه القرون العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن قرأ يعلم أنها قرون تأخر فيها المسلمون جدا وابتعدوا عن الجادة جدا وصارت لهم أمور وأحوال استحقوا بسببها أن يطأ المستخرب العالمي بلادهم وأن يدهم مدنهم وقراهم فلا يجد تلك المقاومة المشهورة عن المسلمين وذلك الحس الجهادي المشهور عن المسلمين إلا في بعض المواقع وفي بعض الأحوال أما أكثر الناس فهم ما بين متعبد متصوف باق في الأربطة والتكايا والزوايا والخوانق يتعبد الله تعالى لا عمل له هما بين رجل إقطاعي يتحكم في رقاب الفلاحين المساكين ويفرض عليهم الضرائب الصعبة حتى ذلت نفوس الفلاحين وصعبت أحوالهم فجاء المستخرب العالمي يجد هذه الصورة أمامه هذا في الأغلب الأعم وإلا هناك بقاع من بقاع الإسلام كانت صورة فيها على غير هذا نتحدث عن أغلب الأعم هنا الصوفية في قرن العاشر وما بعده في الطور الثالث اختلطت الأمور وصار أمثال موحي الدين بن عربي وابن سبعين وصدر الدين قونوي ومجموعة صاروا مقبولين عند كثير من الطرق الصوفية وهذا أدى إلى وجود خلل كبير وهذا الذي أدى في بدايات القرن الرابع عشر عندما ظهرت الصحوة الأولى والنهضة الأولى النهضة العلمية كانت الصحوة آنذاك متمثلة في نهضة علمية ثقافية الصحوة التي ظهرت قبل ثلاثين سنة من الآن التي نعيش نحن الآن في ثمارها وظلالها هذه الصحوة كانت صحوة التزامية بالإسلام صحوة عودة إلى كتابه والسنة تمسك بهما بينما الصحوة الأولى بداية القرن الرابع عشر كانت صحوة علمية فكرية ثقافية نهضوية كانت صح التعبير صحوة مجلات وفكر وثقافة ما كانت صحوة التزام وإلا في مظاهر قليلة لما بدأت الصحوة في بداية القرن الرابع عشر والناس ابتدأوا يعرفون ما الذي جره عليهم الطور الثالث من التصوف من التواكل والتخاذل والابتعاد عن الحياة العامة في أكثر الأحوال والأزمنة تدأوا ينبذون التصوف والمصيبة أنه ساروا ينبذون كل ما تعلق به إيش يتعلق بالتصوف الذكر وإستدامة الذكر هل هذه تتعلق بالتصوف تتعلق بالسنة النبوية وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر ودوام الذكر لا هل تتعلق بالسنة النبوية نعم التصوف والصوفية الأولى اشتهروا بالأذكار وأقاموا أسس طرائقهم أو طريقتهم عليها لكن الناس فيما نبذوا 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 التصوف ونبذوا كل ما يتعلق به الأسف فنبذوا الأذكار دائمة إستدامة الأذكار وساروا إذا رأوا الإنسان يكثر من الذكر يعدون صوفية والصوفية في ذهن لا تصح إذن إستدامة الذكر لا تصح فجفت القلوب وقست ومحلت الأرواح وهذه مشكلة نبذوا الأوراد معنا الأوراد النبي صلى الله عليه وسلم حث على الأوراد وأمر بالمحافظة عليها لا إلهنا الله وحده لا شريك له له الملك وحمده وعلى كل شيء قدير سبحان الله وبحمده إلى أخير الأوراد المشهورة فسار الذي يتمسك بالأوراد أو يذكر حتى كلمة الأوراد سار صوفيا منبوذا وهذا عجيب لأن هذه حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال السلف الصالحين كانوا يتمسكون بأورادهم اليومية كما هو مشهور معلوم من حياتهم و ساروا قضايا التوكل يعدونها تواكلا فساروا يتخذون الأسباب اتخاذا معيبا وضعوا فعندهم عبادة التوكل الكرامات ساروا ينكرونها كثير من أهل النهضة الأولى قرن الرابع عشر كانوا ينكرون كرامات ويرونها أمرا من خرافات العصور السابقة ولا يرونها شيئا مع أن كرامات هذه مشهورة من كرامات الصحابة والتابعين والسلف الصالحين وهذا أثر كثيرا على المسيرة الإسلامية في بداية قرن الرابع عشر وأخر تقعيدها تقعيدا صحيحا والكلام في هذا يطول هذا موجز طيب هل كل الصوفية في الطور الثالث كانوا هكذا لا معاذ الله الإنصاف يقتضي غير هذا كان هناك الطريقة السنوسية التي ولدت أمثال عمر المختار رحمه الله تعالى ورفع درجته وأعلى منزلته والطريقة السنوسية يقولون هي أقرب الطرق إلى الكتاب والسنة إذ كان محمد بن علي السنوسي رحمه الله تعالى متمسكا بالكتاب والسنة نابذا للبدع محبا للطريقة السلفية السنية متأثرا بالشيخ الإمام محمد عبد الرهاب وطريقته الإصلاحية وهذا معلوم وتركت بصماتها على الطريقة السنوسية الطريقة السنوسية يقولون هي أفضل الطرق وأقربها إلى الكتاب والسن وهي طريقة جهادية وهذا هو المهم لأن الصوفية على مدار يعني على مدار الطور الثالث كانت قضية الجهاد عندهم ليست واضحة ضعيفة بينما الطريقة السنوسية كانت طريقة جهادية رائعة وجليلة وعظيمة حدثتكم عنها في حلقة عمر المختار فلا أعيد الإمام شامل في بلاد داغستان وكان إماما كبيرا جاهد الروس ثلاثين عاما قبل الاتحاد السوفيتي وقبل كذا في قرن أواخر قرن تاسع عشر والخيانات هي التي نفوه فجاء إلى المدينة توفي في بقيع الغرقد ودفن فيه توفي في المدينة ودفن في بقيع الغرقد رحمه الله تعالى وأحد المجاهدين كبار وكان نقشبندية والطريقة النقشبندية أيضا من الطرق التي يقل فيها البدع جدا ويكثر فيها التصاق بكتاب الله جدا ومن أورادهم قراءة خمسة أجزاء كل يوم فهذه تطمئنك قليلا على هذه القضية وكان الإمام شامل من كبار المجاهدين الذين وقفوا في حلوق الروس طويلا جدا وفي الجزائر والمغر كانت هناك الطرق التي جاهدت الاستخراب الفرنسي ومما هو معلوم وأيضا يطول الحديث عن هذه القضية إذن ليست الصفية كلهم كتلة واحدة لكن غلب عليهم في الطور الأول النقاء والصفاء وفي الطور الثاني أما الطور الثالث غلبت عليهم البدع والبعد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم هذه كليمات سريعة عن التصوف سريعة جدا أيضا قد يكون فيه شيء من التعميم أعذروني قد يكون فيه شيء من التقصير أيضا أعذروني لكن هذا ما وصلت إليه في قضية الصوفية والتصوف بسرعة لهم أعلام على مدار التاريخ مشهورون قد لكم قرن الثاني والثالث من فيهم كان أبو حامد الغزالي فيما بعد كان مجموعة كبيرة من علماء القرن السادس والسابع والثامن ممن هم أقرب إلى الصوفية في طورها الأول ويحبون أهلها الأوائل ويثنون عليهم جدا من أمثل عبد القادر الجيلاني وأحمد الرفاعي والشيخ الإسلام النووي رحمه الله تعالى هذا النووي ما كان عنده طريقة مثل الجيلاني والرفاعي لو كان تعرف من زل عبد القادر الجيلاني عند شيخ سهم تيمية وابن القيم وسبك تقييد دين والأئمة هؤلاء يثنون جدا على عبدالقادر الجيلاني ويعظمونه وكان من الحنابل المشهورين وأحمد الرفاعي وكل الأشياء التي تنسبت إلى الطريقة الرفاعية من الأكل الحيات والسيوف والنيران لا علاقة لأحمد الرفاعي بها بل كانت بعد موته بزمان طويل هؤلاء المشاهد كانوا أقرب إلى الطور الأول منهم إلى الطور الثاني والثالث وثالث لا شك بريئين من الطور الثالث وما فيه من بداع مغلظة ومجموعة كبيرة مشايخ تقييدين ابن دقيق العيد والحافظ العراقي حتى ابن الحجر والسخاوي والسيوطي هؤلاء كلهم كانوا ليسوا ببععدين عن التصوف لكن في أقرب هؤلاء التصوف العلماء أقرب إلى الطور الأول أمام بعد القرن العاشر فيندر أنا أقول يندر ويقل جدا أن طالبا لله تبارك وتعالى وللدار الآخرة أنه لم يتصوف فكان تصوف شائعا في كل العالم الإسلامي تقريبا ولا يند من بلدان عالم الإسلامي إلا القليل البعيد القاصي في مكانه لم يصل إليه شيء من هذا وإلا فكان أكثر أو الغالبية العظمى ممن يريد أن يسلوا كالطريقة إلى الله تبارك وتعالى ويصل إلى مرضاته كان لابد له أن يتصوف لأن هذا هو الواقع كان مشايخ كلهم تقريبا صوفية بعد القرن العاشر وفي القرن العاشر وما بعده وكان الحال هكذا لذلك نحن عندما تحدث عن صوفية تحدث عن كتلة هائلة ضخمة في القرن العاشر وحادي عشر وثان عشر وثالث عشر كتلة ضخمة جدا بل تحدث عن أغلب الأعم في بقاء العالم الإسلامي إذن طور الأول يمثله وركنه وإمامه الجنيد كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى مثنيا عليه معظما قال كان الجنيد رضي الله عنه سيد الطائفة أي صوفية سيد الطائفة وكان إمام هدى ومن أحسنهم تأديبا وتعنيما وتقويما فما ظنك بهذا كلام الشيخ الإسلام الذي خبر أحوال السلف والخلف وقرأ طويلا في كتبهم وعندما خرج بهذا الحكم كان حكما جليلا وإليك كلام الإمام الذهبي يقول كان ممن أتقن العلم ونطق بالحكمة وتألها وتعبد وأثنى عليه جدا في السير رحمه الله تعالى والإمام بن كثير أثنى عليه في مواطن من كتابه البداية والنهاية الإمام بن القيم أثنى عليه في مواطن من كتابه المدارج مدارج السالكين الإمام السبكي في طبقات الشافعية وذلك أن الجنيد كان شافعيا الإمام السبكي في طبقات الشافعية أثنى عليه جدا وعظمه وأورد غالب أخباره في صفحات كثيرة رجعوا إليها إن شئتم في الوقت لا يسمح بإراد غالب أخباره رحمه الله تعالى وهو من الأئمة الكبار ومن الأئمة السلف بماذا امتاز هذا الإمام رحمه الله عن سائر طائفته بل سائر علماء زمانه امتاز أولا بكثرة التعبد والزهد الحقيقي ذاك أن الزهد الحقيقي يا إخوة لا يرتبط بالمال قلة وكثرة إنما يكون المال في يدك تتركه وقت ما شئت وتحتفظ به وقت ما شئت إذا دعيت إلى إعطاه أعطيت وإلا أمسكته في يدك إلى وقت العطاء هذا هو الزهد الحقيقي هذا ولو كان عنده مليارات فهو زهد بهذا الاعتبار وكان زاهدا عابدا كان له كل يوم ثلاثمائة ركع ثلاثمائة ركع وكان يكثر من قراءة القرآن العظيم وكان يكثر من الذكر هذا سماته تعبدي على أنه كان له دكان يبيع فيه وهذا حال أكثر السلف كانوا يمتهنون حرفه أو يفتحون دكانا لبيع الثياب في الأكثر الأعم لأن الثياب بعيدة عن كل ما يمكن أن يشغلهم فكان يفتحون الدكان وكان هذا يفتح الدكان رحمه الله تعالى ويصلي في دكانه فإن جاء أحد باعه وإلا هو في صلاته وكان يبيع الخز لذلك نقب بالخزاز الخزاز رحمه الله تعالى يبيع الخز وهي الثياب الفاخرة كان يبيع للناس في بغداد وهذا يرد على كثير من صوفية الطور الثاني وأكثر صوفية الطور الثالث ممن تركوا البيع والشراء والتجارة وتحصيل المال وراه أن هذا دنس وين بغي يبتعد عنه وأن لا يتعلق به ولحوال في هذا مؤسفة لذلك تردت أحوال العالم الإسلامي جدا بسبب هذه النظرة التي بعيدة عن فقه السلف وحال السلف رضي الله تعالى عنهم وكانت لله تعالى به عناية منذ صغره عناية عجيبة في الحقيقة كيف كان وهو صبي عمره سبع سنوات يلعب عند خاله السري السقطي وعند خاله جماعة ممن يتكلمون في الشكر جماعة من العباد والزهاد يتكلمون في الشكر وهذا يلعب صبي صغير فقال له يا جنيد ما الشكر وهو يلعب قال ألا يُعصى الله تعالى بنعمه سبع الله سبع سنوات ألا يُعصى الله تعالى بنعمه قال يا غلام إني أخشى أن يكون حظك من الله لسانك قال فما زلت أبكي على هذه المقولة التي قالها لي خالي سبحان الله يخاف أن يكون حظه من الله لسانه ونسأل الله سلامه العافية هذا حالنا اليوم حظنا اللسان فهو يقول أخشى أن يكون حظك من الله لسانك مقولة رائعة جداً مقولة عظيمة جداً وجليلة فكان عالماً رحمه الله تعالى درس على أبي عبيد القاسم من السلام هو أحد أئمة السلف الكبار له أقوال في العقيدة وغيرها ودرس على أبي ثور الكلبي تلميذي الإمام أبي حنيفة ومشهور أبو ثور وله أقوال في الفقه معديدة مشهورة جداً أبو ثور الكلبي وأبي عبيد القاسم من السلام درس عليه ما ودرس أيضاً على بشر الحافي والسري السقطي خاله درس علم الذكر والتعبد والزهد وأفتى وهو من عشرين سنة وهذا قليل يقل أن يفتل إنسانه وعمره عشرون سنة هذا دل على علمه يقول الخلدي الخلدي أحد تلاميذه يقول ما رأيت من مشايخنا من اجتمع له علم وحال مثل جنيت كان له علم غزير وحال خطيرة حال يعني حاله في التعبد والزهد والصلاح إذا رأيت علمه رجحته على حاله وإذا رأيت حاله رجحته على علمه يعني كان العلم والحال عنده مقترنين بعضهما أبعض وهذا هو المطلوب في العلماء والمشايخ لأن العالم أيها الإخوة الكرام إذا قل ذكره وضعفت عبادته وقل يقينه وإيمانه خيف عليه خيف عليه أن يصير عالم سوء أو على الأقل أن لا يصبح لكلامه طعم ولا ذوق وإن الشيخ إذا عظم صلاحه وكثرت عبادته وقل علمه وزاد جهله خيف عليه من الشطح والجهل والسدراج الشيطان له الأفضل والأجمل والأحسن يجتمع الاثنان للإنسان جمال الذكر وحلاوة المناجات وجميل القرب من الله تبارك وتعالى مع العلم والفهم ولذلك كان الجنيد متميزا جدا باقترابه من الكتاب والسنة فيما يقول رحمه الله تعالى يقول علمنا مضبوط بالكتاب والسنة اسمع هذا من أهم الكلمات والتي فرط فيها أكثر أهل الطور الثالث علمنا مضبوط بالكتاب والسنة من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث ولم يتفقه فلا يقتدى به كنام رائع ويقول قرأت على أتفقهت على مذهب أصحاب الحديث كأبي عبيد وأبي ثور وأخذت عن السري السقطي وبشر الحافي وذلك من فضل الله تعالى عليه وذلك سبب فلاحي علمنا مضبوط بالكتاب والسنة مرة ثانية عادها من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث ولم يتفقه فلا عبرة به سبحان الله كلام رائع وجهيل وقوي وهو الكلام الصحيح ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى ناقلا عنه يقول يرد علي الخاطر اسمعوا يا أخوان هذا الخاطر كم أفسد على عباد وزهاد حياتهم لأنه إذا كان خاطرا شيطانيا ولم يضبطوه بالكتاب والسنة ضيأ عليهم شيئا كثير ربما ضيأ عليهم سلوكهم الصحيح الصافي يقول ربما يرد علي الخاطر فلا أقبله إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة هذا كلام جليل ربما يرد علي الخاطر فلا أقبله إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة ويقول الطريق إلى الله تعالى لا مسدود على خلقه إلا على المقتفين آثار رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كلام جليل ثم قرأ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا وكان خاله يدعو له يقول له جعلك الله صاحب حديث صوفيا ولا جعلك صوفيا صاحب حديث يعني إيش إن تبدأ بالحديث وتكون صاحب حديث على أنه قل ما روى كما قال الإمام الذهبي روى حديثين أو ثلاثة أحاديث فقط وما تفرغ للزهد والعبادة وما تفرغ لرواية الحديث على أنه سمع الحديث سمع كثيرا من الحديث لكن ما روى هو بنفسه ما روى إلا حديثين أو ثلاثة فقط كانت له أقوال جليلة سئل مرة عن الحكايات يقول مريدون لا يحبون الحكايات ما فائدة الحكايات المريدين وكان مشهورا بحسن الجواب والذكاء الجليل العجيب فقال الحكايات جنود من جنود الله تعالى يقوي بها قلوب المريدين والمريد الصلاح صوفي أن يريد الله تعالى والدار الآخرة قالوا هل من شاهد أعطينا شاهدا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاب على البديهة سريعا وكلا نقصه عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك يا سلام كلام جليل جميل فالقصص القرآن من فوائد القصص القرآن تثبيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأيضا سئل عن الإخلاص ما هو الإخلاص قال وسر بين الله وعبده لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده ولا هوا فيميله هذا بينك وبين الله تعالى ما أحد يعلمه والشاهد على هذا أن لا يعلمه ملك فيكتبه أن الملائكة وعلى حديث صحيح تأتي يوم القيامة إلى الله تعالى بصحف مختمة صحف العباد وما فعلوا فيقول الله تعالى لهم اقبلوا هذه وألقوا تلك ردوها قالوا يا رب والله ما علمنا إلا خيرا ما علمنا إلا خيرا قال الملائكة ما تعرف ما في الداخل تكتب بحسب الظاهر قال إن هذا عمل لغير وجهي وإني لا أقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهي الله أكبر إذن هذا الإخلاص سئل عن الحياء قال رؤية الآلاء ورؤية التقصير فتتولد بينهما حالة تسمى الحياء سبحان الله العظيم رؤية الآلاء رؤية النعم الإلهية كيف النعم تشمل وتحيط بك من جميعها النواحي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها رؤية الآلاء ورؤية التقصير كم نحن قد قصرنا في جنب الله تعالى فتتولد بينهما حالة تسمى الحياء الحياء من الله تعالى استحي الإنسان من الله تعالى سئل عن الصبر قال الصبر تجرع المرارة بغير تعبيس الله يعني الرضا بالقضاء الرضا بالقضاء هذا الصبر لأن الصابر الحقيقي هو الذي تمر عليه الأحوال الصعبة وهو راض ممكن أمره إلى الله تبارك وتعالى هذا هو الرضا هذا هو الصبر الصحيح من غير تعبيس لأن في التعبيس شيئا من الاعتراض على القضاء سئل عن مرؤة قال المرؤة احتمال زلل الإخوان هذا كلام جليل ما من أحد إلا ويخطئ عليه آخر لكن إذا احتملت زلل إخوانك فلم تفسد علاقة بينك وبينهم هذا كان من المرؤة وسئل عن مرؤة أيضا فقال بذل الندى وكف الأذى كف الأذى وبذل الندى المعروف اعطاء المعروف من المال والملاقات الحسنة وغير العلم إلى آخره وسئل عن القرب سؤالا مهم جدا عن قرب من الله تعالى كيف يكون قال قرب بلا تلاق هو قريب بلا تلاق بعيد بلا افتراق وهذا مهم جدا لنفهمه يعني يرد على أهل الوحدة والاتحاد أهل الطور الثاني أو آخر الطور الثاني والطور الثالث مما اشتهروا بالحلول والاتحاد نساء الله السلام والعافية أن الله يحل في خلقه وهذه الطوام والبلايا قال قريب بلا التقاء بعيد بلا افتراق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وعلى ذلك كان كلامه رحمه الله تعالى بليغا جدا في الكلام وكان سريع الجواب متقنه سديده رحمه الله تعالى أما وفاته فكانت شيئا جليلا ابتدأ في قراءة القرآن وختمه وابتدأ في قراءة البقرة إلى وصل سبعين آية ثم توفي في يوم الجمعة رحمه الله تعالى وكان بجواره الجريري أحو تلاميذه قال أرفق بنفسك يا أبا القاسم قراءة مطولة قال وهل رأيت أحدا أحوج إليه مني في هذه الساعة أحوج إلى كثرة قراءة القرآن في هذه الساعة مني وأنا وهو ذا تطوى صحيفتي صحيفتي تطوى الآن صحيفة الحسنات والسيئات تطوى ويصعد الملك ويوسد الإنسان في التراب هو بحاجة إلى أن يعمل شيئا قال هو ذا تطوى صحيفتي وهل رأيت أحدا أحوج مني إليه في هذه الساعة هذه الساعة وإلى قرب وفاته كان يكثر من الصلاة رحمه الله تعالى قالوا حتى قاربت روحه الخروج وهو يصلي جالسا رحمه الله تعالى ورضي عنه ورآه من الترائف أنه رآه تلميذه الخلدي والخلدي نسبة إلى رحبة في بغداد تسمى رحبة الخلد ينسب إليها الخلدي ما هي نسبة لك نسبة إلى رحبة إلى مكان في بغداد وكان من تلاميذه المقربين فقال يا أبا القاسم ما فعل الله بك فإش قال قال طاحت تلك العبارات وغابت تلك الإشارات وفنيت تلك العلوم ونفدت تلك الرسوم الله أكبر وما نفعنا إلا ركيعات ركعناها في السحر هذا الذي نفعنا سمعتم؟ قال طاحت تلك العبارات الجليلة مرؤة الإخلاص الصبر اليقين كل هذا ذهب طاحت تلك العبارات وغابت تلك الإشارات والإشارات هو كلامه الصوفية اللي فيه الإشارات جليلة وجميلة خاصة الطور الأول كان كلامه رائقا وجليلا جدا طاحت تلك العبارات وغابت تلك الإشارات وفنيت تلك العلوم كلها العلوم الجليلة التي كانت عندهم ونفدت تلك الرسوم الحدود والتعريفات وكذا وما نفعنا إلا ركيعات ركعناها في السحر الله أكبر وهذا يدل يا إخوة على جميل وفضل التعبد المحض وخاصة في أوقات السحر لا نخلي يا إخوة لا نخلي أحاول نقول أقول لكم هذا وأنا أول مقصرين لكن نقوم قبل فجر ولو بنصف ساعة ربع ساعة عشرين دقيقة خاصة مع تعقد الحياة الآن وصعوبتها ونومنا المتأخر يعني أصبح القضية صعبة على نفسنا لكن نقوم ولو قبل فجر بعشرين دقيقة نذكر الله تعالى نصلي ما تيسر نذكر الله تعالى ندعوه ولو في عشرين دقيقة فهذا فيه خير كبير هذه وفاة أبو القاسم الجنيد رحمه الله تعالى أثره أثره في الحقيقة على من جاء بعده وكان أثرا جليلا عظيما قلت لكم كان أحد أركان الطور الأول بل كان أعظم ركن فيه وفي الحقيقة ما خلف بعده في مجموعه مثله حتى أن الذهبي رحمه الله تعالى ما ترجم له قال رحمة الله تعالى على الجنيد ومن مثل الجنيد في علمه وحاله ومن مثل الجنيد في علمه وحاله فهو لم يخلف بعده في مجموعه مثله رحمه الله تعالى قد امتوفي سنة الثمانية وتسعين ومائتين على قرب رأس القرن الرابع فهو قد مات عاش ومات في القرن الثالث الهجري رحمه الله تعالى فأثر على من بعده كان عظيما إذ كان قد قوم مسيرة الزهد التي ورثوها من التابعين وتابعيهم كانت تلك عظيمة من الأقوال والأفعال لكن ابتدأ ابتدأ يختلط بها شيء ما هو هذا الشيء الذي ابتدأ يختلط بها قد أكم طور الأول كان أقرب إلى الصفاء والنقالة لكن ليس معناه هذا النصافي مئة بالمئة لا يعني مثلا ظهر الدعوات العزلة ظهر الدعوات العزلة هنا جنيد في الحقيقة ما مانع هذا ولا رده لكن قيده وضبطه هذا هو المهم يعني العزلة يا إخوة ليست كلها شرا العزلة ينبغي أن يكون للعبد أوقات يعتزل بها يعتزل ولو ساعة في اليوم يعتزل بنفسه متى يقضي ورده متى يقرأ قرآنه متى يقرأ أذكاره متى يقرأ الكتب التي ينبغي أن يقرأها يقرأها في وقت العزلة لا ينبغي ينبغي أن يكون له ساعة في اليوم والليلة يعتزل بها الناس فالعزلة كانت بلا ضوابط في الحقيقة قبل زمان الجنيد هو لما جاء ضبطها وقننها وجعل لها التقييدات المطلوبة وهكذا في كثير مما صنع وهذا من أعظم الآثار التي خلفها أنه ضبط الأمور لأن قضية ذاتركة الأذواق والمواجد يعني ما يجده الصوفية من أذواقهم وكذا يضيع الشريعة تماما لأن كل إنسان يكون له ذوق وكل إنسان يكون له طريقة وكل إنسان يكون له حالة وهذا يضيع الشرع المطهر بل ينبغي أن يقيد ذلك كله بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أدعي أنا الآن أن حالة جنيد كان كله صحيحا لا كان له بعض الشطحات لكنها قليلة وكان له كرامات جليلة عظيمة ارجعوا لتفسير سيرتي وتطويلها طويلة لكن من أعظم آثاره أنه قيد هذه الأحوال وضبطها وأعادها وردها إلى الصدر الأول وهذا جميل يعني مثال سئل عن قوم قالوا بنزع التكاليف وهؤلاء طائفة من أوائل الباطنية الباطنية هؤلاء كانوا أسوأ الآثار في المجتمع الإسلامي ذلك أنهم كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الزندقة والكفر فكانوا يدعون أنهم إذا وصلوا إلى حال عظيمة مع الله تبارك وتعالى من الذكر والتعبد والزهد والصلاح والصلاة تسقط عنهم التكاليف وأنهم وصلوا وصلوا إلى الله تعالى وهذه طائفة مشهورة كانت في التاريخ التي تقول بسقوط التكاليف وهذا الذي جعل بعض العلماء من المستشرقين وغيرهم يربط الصوفية بالبرهمية الصوفية بالبرهمية في بعض أحوالها يقول أن البراهم الهنود كانوا يدعون سقوط التكاليف إذا وصلوا إلى حال محددة فقال جنيد ماذا؟ قال كلمة رائعة قال نعم وصلوا لكن إلى سقر إلى جهنم لأن من يقول هذا كافر ما في كلام إذا قال الإنسان هذا يكفر ويخرج من الملة باجتماع المسلمين لأن إذا لم نقول هذا تضيع الشريعة تضيع الشريعة وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين قال نعم وصلوا صحيح لكن وصلوا إلى سقر إلى جهنم لأن هؤلاء استدرجوا من الشيطان إن كانوا مخلصين قد استدرجوا من الشيطان استدراجا بعيدا جدا وظلوا ضلالا بعيدا وإن كانوا غير ذلك من باطنية الزنادقة فقطع عليهم الطريق فعلا تعاليم الجنيد قطعت الطريق طويلا على الباطنية الزنادقة الذين في الطور الثالث اسمعوا يا أخوان في الطور الثالث اشتبكت اشتبكت حركتهم بحركة التشيع وحركة التصوف استبهوا الثلاثي هذا الباطنية والتشيع والتصوف ارتبط هذا الثلاثي في الطور الثالث بعد القرن أو القرن العاشر وما بعده ابتدأ الارتباط معا في صورة مريبة في الحقيقة في بعض الأحوال وقد لا تكون مقصودة لكن الزنادقة استغلوا الشيعة واستغلوا المتصوفة ودخلوا فيهما بقوة لأننا كاد نفهم كثيرا من الأقوال في التاريخ الصوفي إلى ذا فهمنا قضية الباطنية ودخولها معهم في بعض الأحوال إذن من أعظم ما خلف الجنيد رحمه الله تعالى قطعه الطريقة على الباطنية الزنادقة وإعادته الأحوال وربطها بالكتاب والسنة وهذا من أعظم الآثار التي يذكر فيشكر عليها رحمه الله تعالى ترك خلف بعض التلاميذ لا نكاد نعرف شيئا عن حال أهله وأولاده وهذا غريب ما ذكر التاريخ شيئا عن حاله مع أهله وأولاده ربما كان له أهل وأولاد الله أعلم في الكتب التي درست سيرته وحاله ما بيّنت شيئا من هذا ما بيّنت شيئا من هذا وكانت حاله وسطى معتدلة من ناحية المالية ما اشتكى من الفقر كما اشتكى كثير من الصوفية من الفقر بل كان يعمل ويشتهد ويكسب ويقي نفسه شرث سؤالي وذله هذه كانت مقدمة موجزة عن التصوف وحال الجنيد رحمه الله تعالى ارجع إلى سيرته في طبقات شافية الكبرى لتاج الدين سبطة وارجع إليها في البداية والنهاية لابن كثير وفي تاريخ الإسلامي وسير أعلى من نبلاء للحافظ الذهبي وتاريخ بغداد للحافظ البغدادي هذه من أعظم مصادر سيرة الجنيد رحمه الله تعالى ورفع درجته والحقنا به في الصالحين هذا والله تعالى أعلم وأحكم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في أسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته